عثمان رضي الله عنه شهد كل المشاهد كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم شهدها عثمان إلا بدر إلا غزوة بدر الكبرى النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر أن قافلة تجارية قادمة من الشام حتى يقتنم هذه القافلة وأسرع الصحابة رضي الله عنهم للمشاركة وانطلق عثمان رضي الله عنه حتى يشارك في هذه الغزوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة وأن يمكث عند رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مريضة فاستجاب عثمان رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عند رقية اشتد المرض برقية رضي الله عنها علم الصحابة رضي الله عنهم أن القافلة هربت وأنها أصبحت الآن مواجهة بين المسلمين وبين كفار قريش في بدر أصبحت رضي الله عنها تتلهف لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشتد عليها المرض فتوفيت رضي الله عنها قبل أن ترى والدها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عثمان رضي الله عنه والصحابة دفنوها فلما سأوا التراب على قبرها فإذا بزيد بن حالثة يخرج على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى يبشر الصحابة رضي الله عنهم بانتصار المسلمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة رقيها رضي الله عنها فذهب إلى قبرها ودع لها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها ولذلك سمي عثمان بذي النورين يقول حسن البصري رحمه الله يقول سمي عثمان بذي النورين لأننا لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتين نبي إلا عثمان فكان رضي الله عنه يسمى بذي النورين